معقول آيفون تعملها وتنزل آيفون ألترا بدل برو ماكس ممكن معكم فادي سلطاني واليوم رح أحكي لكم 15 تسريب عن آيفون 15 أول تسريب وأكثر تسريب مؤكد هو نوع الشحن على الأغلب رح يكون تايب سي وأخيرا آيفون بدها تحط تايب سي معقول تعملها آيفون ما بنعرف بس احتمال كبير جدا أما بالنسبة للألوان ففيه ألوان جديدة من آيفون رح يكون فيه لون جديد هو الجولد روز يعني ما يلا البنك أكثر بالإضافة للون الأخضر والأزرق والأسود وفيه لون جديد ومرجح بس مش أكيد اللي هو اللون الأورنج ليش أورنج؟ هذا بخص التسريب اللي بعده احتمال هاي السنة آيفون تطلق بدل برو ماكس آيفون 15 ألترا وإذا منتطلع على ساعة أبل ووتش ألترا فمن المنطق أنه آيفون تطلق هاي السنة آيفون ألترا وإذا بتطلع على ساعة الأبل ووتش ألترا رح تلاقي فيها لون أورنج وهذا بيكون منطقي إذا أطلقوا لون أورنج مع آيفون 15 ألترا أو برو ماكس أما التسريب اللي بعده بخصوص قدرات الشحن احتمال كبير يكون الشاحن بقدرة 35 واط برافو عليهم برافو إنه رفعوا قدرة الشحن يعني رح يكون الشحن أسرع وبالنسبة لكفرات الآيفون 15 احتمال آيفون توقف إنتاج كفرات الجلد وتكتفي بالسيليكون وممكن تصنع مادة جديدة مصنوعة من النباتات لأنه آيفون بهمها موضوع الحفاظ على البيئة والاستدامة يعني هاي بالنسبة لإلي ولكثير ناس ما أتوقع عنها كثير مهمة وللأسف للأسف احتمال فيه زيادة في الأسعار بين 100 دولار لـ 200 دولار ممكن تكون لجميع الأجهزة وممكن بس للبرو والبرو ماكس أو الألترا آيفون 15 رح يكون فيه كبسة جديدة بدل لميوت وهاي الكبسة رح يكون اسمها أكشن وهاي الكبسة رح تكون قابلة للتخصيص يعني بتقدر تختار الأوبشن اللي بدك إياه لما تكبس هاي الكبسة بس شو هي هاي الخيارات لسه مش مؤكد والخبر اللي بعده بخصوص الأيربودز احتمال كبير الأيربودز تكون فيه إلها ألوان جديدة مطابقة لألوان الآيفون الجديد وممكن كمان يكون فيها شحن تايب سي وهاي برضو إشي حلو إنه يكون الموبايل تايب سي والسماعات برضو تايب سي وكمان شغلة بخصوص مدخل الشحن ممكن مش بس يكون تايب سي ممكن يكون ثاندر بولت ثاندر بولت يعني سرعات عالية وهذا بيدل على إنه الآيفون الجديد ممكن يكون قابل للتخصيص وتستخدمه بكذا طريقة أما بالنسبة للواي فاي فإحتمال تكون الواي فاي E6 يعني سرعات تحميل وتنزيل عالية جدا وبالنسبة لمساحة التخزين فيه أخبار بتقول بإنه ممكن يكون الحد الأدنى للتخزين 256 وهذا بفسر سبب ارتفاع الأسعار وفيه أخبار بتحكي إنه الحد الأعلى للتخزين رح يكون بدل 1 تيرا 2 تيرا بايت بس لك أنت تخيل السعر قديش رح يكون وبتخيل هاي رح تكون مخصصة للبرو أو لبرو ماكس أو الألترا إذا طلع طبق وبالنسبة لهيكل الجهاز أخبار كثير من تشري بإنه رح يكون مصنوع من التيتانيوم احتمال كل الأجهزة تكون مصنوعة من هاي الخامة واحتمال تكون بس للألترا أو لبرو ماكس عشان تطابق ساعة الأبل ووتش ألترا المصنوعة من التيتانيوم وبالنسبة لسنسور الكاميرا احتمال سنسور الآيفون يكون ستاكت سنسور ستاكت سنسور يعني سنسور أسرع بنقل وقراءة البيانات أما بالنسبة لكم ميجابيكسل رح يكون السنسور مش معروف بس رح يكون من سوني وبالنسبة لزوم الكاميرا احتمال كبير يكون بدل ثلاثة اكس يصير ستة اكس أو عشرة اكس لسة مش مؤكد بس بناءًا ع خبرتنا بآيفون بتوقع انهم يكتفوا هاي السنة بستة اكس عشان يشوقوك لقدام يعني ماان تعارف آيفون وآخر خبر رح يكون بخصوص وقت اطلاق الايفون ما رح يكون بتاريخ واحد تسعة واذا بتلاحظ ايفون لغاية الان وإحنا قربنا لواحد تسعة ما اعلنت عن اي اشي والاخبار بتحكي بانه تاريخ الاطلاق رح يكون بين ثلاثة او اتماعش تسعة بس لسة مش اكيد يعني ممكن تعمله وممكن ما تعمله وتنساش تعملي سبسكرايب او فولو عشان توصلك مني اخر الاخبار والفيديوهات الحلوة زيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكفي حكي لليوم خلص بكفي تصبحوا على خير